تحمل القمة الأوروبية الأوكرانية دلالات عدة من حيث مكان عقادها في كييف وتوقيتها قبل أسبوعين من الذكرى السنوية الأولى للأزمة فماذا على أجندتها؟ تركز القمة على خمسة ملفات تتصدرها إعادة التأكيد على دعم الاتحاد لكييف في المحافل الدولية وبشكل مباشر بالإضافة إلى بحث خطة السلامة التي قدمها الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلانسكي أما على الجانب العسكري فسيتم بحث توريد أسلحة جديدة وتدريب الجنود الأوكرانيين ويقدر إجمالية الدعم العسكري للاتحاد الأوروبي المقدم لأوكرانيا خلال هذا العام بنحو 12 مليار يورو وفي السياق نفسه تناقش القمة حزمة العقوبات الأوروبية الجديدة ضد روسيا ومن المتوقع الإعلان عن تفاصيل هذه الحزمة العاشرة في الرابع والعشرين من الشهر الجاري بالإضافة إلى ذلك يتضمن جدو الأعمال القمة قضايا التكامل القطاعية للاقتصاد الأوكراني في السوق الأوروبية والتقدم الذي أحرزته كيف تمهيدا لحصولها على عضوية الاتحاد بشكل رسمي كما يناقش الاجتماع ملف إعادة الإعمار عبر برنامج مساعدات مالية جديد لأوكرانيا مع احتمال استخدام الأصول الروسية المجمدة ومن المقرر أن يقدم التكتل دعما ماليا لكييف بقيمة 18 مليار يورو هذا العام ويبحث المجتمعون الأمن الغذائي وكيفية تفعيل مسارات التضامن الأوروبي لتصدير المنتجات الزراعية الأوكرانية كما يوقع الجانبان مذكرة تفاهم بشأن شراكة استراتيجية في مصادر الطاقة المتجددة تعتبر أوكرانيا أن القمة الأوروبية في كييف تحمل رسالة قوية للشركاء والأعداء كما تسعى للحصول على دعم سياسي وعسكري أكبر